السلام الرحمن الرحيم أهلا بكم أحبائي طلبات الصف الرابع تحدثنا في الوحدة السابقة والتي كانت بعنوان حسن التصرف عن درس الحمامة المطوقة وقد أنهينا جميع المهارات الموجودة في تلك الوحدة نبدأ اليوم بإذن الله تعالى وحدة جديدة نذهب في البداية إلى قائمة المحتويات لنرى ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم الدرس السادس عشر بعنوان من قصص العرب إذن الدرس السادس عشر بعنوان من قصص العرب نبدأ في البداية بمهارة الاستماع ونذكر بأن مهارة الاستماع عبارة عن نص أقرأه عليكم وأنتم تستمعون إليه بشكل جيد ومن ثم تقومون بحل الأسئلة الموجودة لديكم في الكتاب بشكل كامل وصحيح قبل أن أقرأ عليكم النص لا بد من أن أقرأ لكم الأسئلة حتى تتشكل لديكم فكرة عامة حول النص السؤال الأول يقول ماذا قال علي للرجل الواقف عند باب المسجد السؤال الثاني يقول كيف أراد علي أن يكافئ الرجل السؤال الثالث يقول ماذا فعل الرجل باللجام السؤال الرابع يقول لماذا دفع علي لغلامه درهمين السؤال الخامس يقول ماذا تستفيد مما سمعت فلتستمعوا إلى النص بشكل جيد عنوان نص الاستماع علي بن أبي طالب وصارقوا اللجام دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسجد فقال لرجل كان واقف عند الباب أمسك دابتي وبعد أن دخل علي أخذ الرجل لجام الدابة وذهب خرج علي من المسجد وفي يده درهمان ليكافئ بهم الرجل فوجد الدابة واقفة من غير لجام ركب علي الدابة ثم دفع لغلامه الدرهمين ليشتري بهما لجاما جديدا وفي السوق وجد الغلام اللجام وقد باعه السارق بدرهمين انتهى نص الاستماع بشكل عام يتحدث نص الاستماع عن علي بن أبي طالب عندما ذهب في إحدى المرات إلى المسجد شاهد ورأى رجل واقف عند باب المسجد فقال له أمسك دابتي دخل علي إلى المسجد وعندما خرج لم يكن موجود لجام الدابة إذن فالرجل الذي كان واقف عند باب المسجد أخذ لجام الدابة وذهب كان في يد علي بن أبي طالب درهمان يريد أن يعطيهما لهذا الرجل مكافئة له لأنه أبقى الدابة عنده فعندما لم يجد علي بن أبي طالب لجام الدابة أعطى الدرهمين لغلامه وقال له اذهب إلى السوق واشتري لجام للدابة عندما ذهب هذا الغلام إلى السوق وجد لجام الدابة وقد باعه الصارق بـ درهمين معنى درهمين هي قطعة الحديد التي توجد على الحصان ليسهل الركوب عليه إذن حتى تتمكن من الركوب على الحصان بشكل سليم توجد قطعة تسمى اللجام مضمون القصة بشكل عام أي أن الرجل لو حفظ الأمانة لكان أخذ الدرهمين دون الصرقة فهو صرق اللجام وأخذ الدرهمين ومن الأساس كان علي بن أبي طالب يريد أن يعطيه مكافئة درهمين فلو أنه صبر وانتظر لوصلت إليه الدرهمين عن طريق الخير بدلا من الصرقة والخداع وعدم الأمانة ننتقل الآن إلى حل الأسئلة السؤال الأول يقول ماذا قال علي للرجل الواقف عند باب المسجد ماذا قال له أمسك حصاني إذن قال علي للرجل الواقف عند باب المسجد أمسك دابتي الدابة هي نوع من أنواع الأحصنة سؤال الثاني يقول كيف أراد علي أن يكافئ الرجل أراد علي أن يكافئ الرجل بإعطائه درهمين سؤال الثالث ماذا فعل الرجل باللجام فعل الرجل باللجام بأن أخذه وذهب سؤال الرابع لماذا دفع علي لغلامه درهمين لماذا دفع علي لغلامه درهمين ليشتري بهما لجاما جديدا سؤال الخامس ماذا تستفيد مما سمعت هذا السؤال إجابة مفتوحة ولكن نقول أستفيد مما سمعت أن الأمانة طريق للكسب الحلال ويجب حفظ الأمانة إذن ها هي أسئلة الاستماع وإجاباتها عليكم كتابة الإجابات على الدفتر الخاص بني نصوص الاستماع وذن بهذا تنتهي مهارة الاستماع ننتقل إلى مهارة التحدث مهارة التحدث في هذه المرحلة هي عبارة عن إجابة مفتوحة أي أنكم تقومون باختيار الإجابة حسب ما ترونه مناسبا من آرائكم وأفكاركم كنا سابقا في الوحدات السابقة نتحدث في موضوع التحدث من خلال مجموعة من الصور ويوجد بجانبها مجموعة من الأسئلة ولكن في هذه المرحلات بدأ موضوع التحدث بالتغير فأصبح عبارة عن مجموعة من الأسئلة أجب شفويا سؤال الأول يقول أذكر بعض المواقف التي يمكن أن تحتاج فيها الشخص يحتاج فيها الشخص إلى مساعدة الآخرين إذن أذكر بعض المواقف يمكن أن يحتاج فيها شخص إلى مساعدة الآخرين ما هي المواقف التي يحتاج فيها الناس إلى مساعدة وعون سؤال الثاني ماذا تفعل لتساعد غيرك في كل من المواقف الآتية عبارة عن مجموعة من المواقف وأنت تقوم بتقديمها رأيك حولها السؤال الثالث يقول ماذا تفعل إذا ساعدت شخصا ثم قابل الإحسان بالإساءة ماذا تفعل عندما تقدم الخير للآخرين ولكنهم يقدمون لك الشر سؤال الرابع كيف تساعد والديك إذن التحدث عبارة عن مجموعة من الأسئلة تكون الإجابات إجابة مفتوحة أنت تعبر فيها عن آرائك وأفكارك بشكل صحيح وضمن نطاق ومضمون الموجود والمطروح في الأسئلة إذن بهذا تنتهي مهارة التحدث تنتهي حصتنا لهذا اليوم تحدثنا فيها عن مهارتي الاستماع والتحدث نلتقي بكم في الحصة القادمة بموضوع نص القراءة دمتم بخير وإلى اللقاء